موسيقى 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 ازايكم جميعا عمين يا رب دايما انتوا يكونوا بخير اهلا بيكم على قناة بيموزة النهاردة اقولكم ازاي نعمل غسول البيكينج بودر واغلبنا سمعنا دلوقتي عن غسول البيكينج بودر اللي بيتباع عن نت جاهز يعني جاي من الصين تقريبا هو صيني لكن انا بقى هقولك ازاي تعملي في البيت بطريقة سهلة جدا ومبسطة وتناسب بشرتك يعني انت لو بشرتك جفة هتزودي ايه في المكونات دي وتقليلي ايه لو انت بشرتك دهنية برضو هتزودي ايه وتقليلي ايه لازم لازم قبل ما تعملي اي وصفة او خلطة علشان بشرتك تعرفي بشرتك طبيعتها ايه حساسة جفة دهنية هل هي لو زودت الحاجات المرتبة وبشرتك دهنية هتزود طبعا الدهون لو بشرتك جفة وزودت مثلا البيكينج بودر فيها هتنشفها اكتر علشان كده احنا لازم نعرف طبيعة بشرتنا ايه قبل ما نعمل حاجة زي كده غسول زي كده في البيت مكوناته سهلة جدا ومتوفرة عندنا كلنا هقولكم عليها اول حاجة انت لازم تجيبي كيس بيكينج بودر متوفر طبعا احنا عارفينه المستخدمه في الحلويات وكيس لبن بودر كيس من ده وكيس من ده طبعا احنا مش هنخلصه كله ده ممكن يكفيكي كزا مرة كيس لبن بودرة وصابونة جوز الهند اهي صابونة جوز الهند معنا نشيط ده دلوقتي ودي الطبق اللي هنعمل فيه المكونات احنا هناخد معلقة من البيكينج بودر تمام اه وكمان مية معدنية او كياس مية مكترة من الصيدلية يعني لازم يفضل انها تكون مية كده اه معدنية او مية من الصيدلية علشان اه ما تتاكسدش مع مكونات بتاعتنا وتبوص بسرعة يعني احنا عايزين غسول برضو كفينا الفترة اه لحد ما تخلص ازازة مثلا صغيرة زي دي يعني انت بلاش تجيبي اه ازازة كبيرة ولا حاجة عشان ما يحصلش ان الحاجة يعني مكونات بوز او حاجة وطبعا لازم لما تعملي حاجة طبيعية زي دي في البيت لازم تشليها في التلاجة واتجيبيها بس وقت الاستخدام وبعد كد تشليها تاني يبقى معنا معلقة بيكينج بودر معلقة لابن بودرة اي لابن بودرة يعني مشارك النوع ده وده طبعا اللي متوفر اكتر وده اللي احنا عارفينه تمام معلقة لابن بودرة لو انت بشرتك دهنية قليلي اللبن البودرة يعني خليها نص معلقة لابن بودرة ومسلا معلقة ونص بيكينج بودر تمام لو انت بشرتك جفة هتقليلي البيكينج بودر وتخليه مثلا ولو معلقة صغيرة ممسوحة من البيكينج بودر مع معلقة كبيرة من لابن البودرة او معلقة ونص صغيرة من لابن البودرة فانت حسب نوع بشرتك ايه بتعملي المقادير على اعلى نوع بشرتك نيجي بقى للصابون سابونة جوز الهندي دي رائعة دي شوية عليها السابونة دي هيلة وممتازة وترطيبها رائع جدا وهي دي اكتر سابونة مناسبة لعمل جوز الهند غسول البشرة بتاع اللي بيكينج بودر اللي مقلت لكم عليه فاحنا كده دي المكورات البودر اللي معانا ومعانا كمان ميا معدنية زي ما قول في فوران كده بسيط ده بتاع اللي بيكينج بودر بصو الخليط ده كده الواحد احنا لسه ما ضفناش لصابونة الخليط ده كده الواحده مانع للتأكسد يعني ايه يعني بيشلك اي حاجة على بشرتك ممكن تعمل تفاعل تخلي لون البشرة يتغير او تخلي بشرتك تتأكسد يعني تلاقي حتة فتحة وحتة غم اولي يعني بيشيل اي حاجة مريح جدا وفاظية جدا بصو عمل زي شكل كريمي كده اهو تمام هاخد بقى الصابونة دي عاوزة تبشريها طبعا احنا برضو مش هنستخدمها كلها عاوزة تبشريها واتاخد منها جزء للخليط ده براحتيك عاوزة تحطيها زي ما هي اه بس هو الافضل ان احنا نبشرها علشان تفك معنا كده في الخليط بتاعنا هوريكم ازاي وادي الصابونة بعد ما بشرناها اهي نبتدي بقى نحط على البيكينج بودر واللبن البودر السابون بصو السابون ده بيدوب بسرعة بسبب البيكينج بودر اهو بصو الخليط لو عايزة تضيفي نيشا براحتك يعني بصي اي حاجة هتحس انها هتريح بشريتي تضيفيها نيشا برضو بيفتح وبينظف لكن المكونات دي الوحدها كفية اهو بصوا باش معانا الصابون داب معانا في الخليط شايفين يعني انت لو بقوطنا جبتيها ومسحتي مسحتي مسلا على ايدك او على اي حتة غمقى دلوقتي بالخليط ده هتلاحظ الفرق وهتلاقيها شالة بلاوي يعني اهو وطبعا هو مش هيبقى عامل رغاوي اول ان صابون الجوز الهند صابونة طبيعية انا دايما بحب الحاجات الطبيعية دي اللي ما بترغيش خليكوا فاكرين ان اللي بيرغي ده بيبقى محطوط عليه صودة كوية كتير محطوط عليه صود جمس الفات كتير حاجات بتضر البشرة مش بتفيدها ففيش احسن من ان انت تعملي حاجة بايديك حاجة جميلة ونظيفة ومكوناتها طبيعية مية في المية اه مش بس صابونة جوز الهند انا عايز اقول لكم ان انا في الحلقات الجاية ان شاء الله هنعمل حاجات كتير قوي من انواع الصابون اللي انا جبتها يعني انا جبت صابونة صابونة الفحم اسمعنا عنها ودي صابونة الشياء جبت انا كزا حاجة وصابونة الغار وصابونة المورينجا وهي صابونة طبعا الجوز الهند اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا بشرناها وحطناها على الغسول بتاعنا فانا جايب انواع صابون كتير ولسه هوريكم ازاي نستفيد منهم ونعمل شاورجيل ونعمل شامبو حاجات كتير قوي من الصابون الهايل ده اه ولو حابين تعرفوا الصفحة اللي انا جبت منها الصابون هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو علشان تستفيدوا انتو كمان لان مش بلاقي الصابون ده قوي وانا عارفة ان فيه كتير منكم يحبوا الصابون الطبيعي ويدوروا عليه دايما فانا قلت هسيب لكم اللينك تحت الصفحة اه زي ما قلت انتو هتستخدموا الغسول ده يوميا اول حاجة هتستخدموها اه تمام على بشرتكو هتغسلي وشك هتحطي وشك على وشك مية وهتجيبي دي كده على ايدك وتقومي على وشك لو تقدر تحطيها في بخات او قاعد تحطيها في ازازة عادية اه زي دي وتغسلي بيها وشك كل يوم الصبح وبعد كده تنطفي وشك بتونر او باي حاجة او بمية بورد وبعد كده تنشفي وشك خالص وتحطي الكريم بتاعك او البرائمر او اي حاجة وتفر يعني انت بتحطيه هتلاحزي الفرق جدا في النعومة وفي الجمال وبيفتح مع الوقت هيل جدا ورائع في التفتيح وهو مش بس للوش يعني انا خليط ده برضو مش بس للوش لأ اللي كمان عارفة لو انت خدتي منه قطمة كده ومسحتي تحت باطك ومسحتي بين صوابع رجليكي يعني في حتة كتير ولو غسلتي بيه برضو منطقة الكعين والقبط وكده علشان التفتيح مع الوقت فعلا بيدي تفتيح هيل جدا يعني ليه استخدامات كتير ومش بس للوش حاولي تنوعي كده في استخداماتك في الحاجات دي وتنوعي وتعملي افكار جديدة علشان تقدر تستفيد من الحاجات الطبيعية دي اقصى استفادة لان هي دي فعلا الحاجات اللي هتفيدك فعلا احسن بكتير من الحاجات اللي فيها مواد حفظة ومواد انت مش عارفة ايه اللي محطوط فيها اللي مفيش احسن من انت تعملي حاجة بايدك حاجة انت ضمنها وحاجة انت عارفها وزي ما قلتلكم هنعمل حاجات كتير في الحلقات الجاية وما تنسوش تتابعوني وما تنسوش اللايك وتشاركوا الفيديو ده لاصحابكم علشان تفيدوا اكبر عدد ممكن من الاصدقاء باي باي